أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني هاياشي يوشي ماسا عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية أكد شكري أن الزيارة تعكس اهتمام البلدين لتعزيز العلاقات بينهما خاصة في ضوء الزخم الذي تولد خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى القاهرة والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية قد استعرضت مع السيد هاياشي تطورات العلاقات بين البلدين والعلى من أهم تلك التطورات هو استئناف تشغيل الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران بين عاصمتين البلدين في 14 سبتمبر الجاري وهو الأمر الذي نتطلع إلى أن ينعكس بشكل ملحوظ على حركة السياحة اليابانية إلى مصر وعربته كذلك خلال نقاشي اليوم مع السيد وزير الخارجية اليابان عن سعادتنا لاستئناف تدفق الاستثمارات اليابانية إلى مصر وتطلعنا لتشجيع شركات القطاع الخاص الياباني لدخل مزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة المتاحة سيدات والسادة لقد تبادلت مع السيد وزير خارجية اليابان الرؤى حول العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك قد كانت النقاشات إيجابية وبناءة حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات ولا سيما التباعة الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول النامية